أملا مشاهدين الكرام بالتأكيد تعمل المؤسسات والدوائر في المنطقة الشرقية على إنعاش الخراك الثقافي والأدبي عبر تنظيم وراشات والجلسات المتنوعة تهدف عبرها إلى إثراء المجتمع بجميع فئاته لذا نظم معحد شارقة التراث فرع كلباء جلسة حوارية في الخواطر الأدبية نتابع التفاصيل في التقرير الآتي نظمت هيئة شارقة للكتاب جلسة حوارية تحت عنوان خواطر أدبية في معهد شارقة للتراث في مدينة كلباء يقدمها غيث الحسني بحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية وموظفها دارت الجلسة التي استضافت الكاتب والإعلامي عيسى العوضي حول نشأته في مجال الكتابة وكيف واجهته الصعوبات والتحديات في بداية الأمر ليخلق لنفسه بيئة تتلأم مع الكتابة بالإضافة إلى تنقله في مجالات عدة اعتمد فيها على كونه كاتبا منها الإعلام وريادة الأعمال وكذلك اتجه لصناعة القهوة بوظيفته نادل في أحد المقاهي ليشكل تجربة حقيقية وينجز من خلالها كتابا تحت مسمى قهوة قاتل أعتقد أن الكتابة تساعدك بنفسها أنك أنت تتوح لمجالات مختلفة أنا شخصيا كتبت في مختلف الوساط الأدبية الخاطر على المقال قصة القصيبة وبعدين بحواية كل هذه المجالات الأدبية تعطيك مجال أنك تكتشف نفسك أكثر تشوف نفسك في أي نوع من الكلمات أنت تتقن أكثر وبالتالي تصدر كتب بعدين مستقبلية تكون قوية من ناحية المحتوى والكتابة كلمة اللي أريد أن يوجهها للناس هي أنهم فعلا يشوفون شو الكتب اللي يستمتعون في قراءتها يمضون وقتهم فيها ويخصصون وقت يومي لقراءة الكتب القاعدة اللي يعتبعها هي أنك لو أنت فتحت كتاب وما استمتعت فيه لازم تنتقل الكتاب اللي بعدها لأن الأصل في القراءة هي المتاحة تحرص هيئة الشارقة للكتاب على تنمية أفراد المجتمع والتثقيفهم بالكتابة والكتب من خلال تقديم البرامج والجلسات الأدبية والثقافية لتحقيق الأهداف المأمولة عند دعم عملية التنمية الثقافية والحفاظ على هوية المجتمع والتقاليده وأعرافه إذن شكرا لكل المؤسسات والدوائر التي تشارك في تنظيم هذه الجلسات التي من شأنها أن تكسب المجتمع في انتعاش ثقافي وبالتأكيد أدبي لربما يكون سببا في أن يغرس هذا الأمر في نفوس الأطفال ونقله أيضا إلى الأجيال القادمة بإذن الله أما الآن مشاهدين الكرام بالتأكيد تسهم المؤسسات التعليمية في إرسال رسالة تثقيفية وعلمية حول الاستدامة في جميع المجالات لذا نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يوم الاستدامة لنقل هذه الثقافة للمجتمع وبالتأكيد التفاصيل الأكثر نتابع معكم التقرير الآتين في ضوء توجه دولة الإمارات نحو تطبيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة قامت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتنظيم فعالية يوم المستدامة في مقر الأكاديمية بخرفكان بحضور الدكتور هاشم عبدالله بن سرحان الزعابي مدير الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة وعدد من موظفي وزارة الطاقة والبنية التحتية وهيئة المحميات الطبيعية فرع خرفكان وطلاب الأكاديمية تشرفنا اليوم بالمشاركة في فعالية الاستدامة التي تقيمها الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري في مدينة خرفكان هذه الأكاديمية تعتبر الأولى من نوعها في دولة الإمارات وهي فرع لجامع عريقة في مصر برعاية كريمة من سمو الحاكم ثم افتتاحها في مدينة خرفكان مشاركتنا اليوم عبارة عن تقديم محاضرة عن الأعشاب البحرية الموجودة في شواطئ خرفكان وإمارة الشارقة بشكل عام وأيضا قمنا بالمشاركة بركن يشمل عينات بحرية لهياكل كائنات موجودة في البحر دارت الفعالية حول نشر التوعية لمثل هذه الأهداف وآلية المشاركة في تطبيقها فقد قامت مجموعة من الطلاب بعرض نبدة عن أهداف التنمية المستدامة التي تناولوها في كتابة أبحاثهم إضافة إلى مناقشة المبادرات التي قاموا بها للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن ضمن هذه المبادرات الحد من استخدام البلاستيك وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة والتعاون مع المبادرات المحلية سعيدة جدا مشاركتي في الفعالية المنظمة من الأكاديمية العربية العلوم والتكنولوجيا للتعريف بمفهوم أهداف التنمية المستدامة وإحنا مشاركتنا كانت اليوم بشأن دور وزارة الطاقة والبنية التحتية متمثلة في القطاع البحري في دعم أهداف التنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بالأهداف المرتبطة بالحياة تحت الماء وتغير المناخي كونها ظاهرة مناخية عامة حاليا والعالم مهتم جدا في إيجاد الحلول ودراسة التحديات المتعلقة بالقطاع البحري في هذا الجانب وقام ضيوف الفعالية من وزارة الطاقة والبنية التحتية وهيئة المحميات الطبيعية بعرض خبراتهم في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهميتها في القطاع البحري وتفضل الدكتور هاشم الزعابي بتكريم السادة الحضور والطلاب ومنظمي الفعالية ومن الاستدامة إلى الفن التشكيلي حيث يعتبر الفن التشكيلي عالم من الإبداع يمتلك عشاقه أحاسيس مرهفة تترجم في لوحة تعبر عن ما تكنه عقولهم وقلوبهم من أفكار ومشاعر لتتطور بتطور قدراتهم وأفكارهم وضيفتنا لهذا اليوم فنانة مفعمة بأحاسيس الفن وخطت برشتها وأبدعت في مجال الرسم يسعدنا أن نستضيف معنا الفنانة التشكيلية أماني عباس البلداوي فيا مرحبا بابت وأهلا وسهلا بيت الله يسلمك يا أهلا يا هلو مرحبا يعني بداية في هذا المساء نرى ما شاء الله هذه اللوحات التي تبعث السعادة والبهجة بألوانها الزاهية ما شاء الله تبارك الرحمن فليتحدث عن هذا الشغف منذ متى بدأ؟ بالحقيقة من طفلة عمري تقريبا أربع سنين أو أقل لأن والدي الله يرحمه بروفيسور هو بعلم النفس والاجتماع ودراسة أمريكا بالخمسينات من رحل أمريكا هو كانت يدرس علم النفس بس في عندهم نظام أنه لما تدرس مادة معينة لازم تختار فالشيء إضافي مثلا رياضة فن فهو أختار الفن صار عنده يعني بالرسم بالريشة بالألوان فأنا من أشوفه يحط لوحاته يرسم أكون يمه فأحط ورق وأرسم فشاف أندي واهس فقام يعطيني الألوان يعلمني كيف أمزج الألوان كيف الرسم الريشة فصار عندي من ذاك الفترة يعني مثل ما يقولون شغف بالفن وبالرسم وبعدين من دخلت الابتدائية احنا عندنا بالمدارس الابتدائية والمراحل الأخرى لحدث ثانوية عندنا مادة أسبها التربية الفنية يعني في مدرسة تدرسنا الفن والمزج والألوان وكذا فكانت كل ما أكون بمرحلة المدرسة تنتبه أنه أنا عندي هاي الموهبة فتنميلي إياها وتسوي لي معرض شخصي بصراحة هذا شجعني إلى حد ما دخلت كلية وكلية الطب كان عندنا اسمها لجنة الفنية وفيه أستاذ كمان يشرف على طلبة الطب اللي هم عندهم الموهبة واللي يحبون يرسمون فقام يحضر لي ألواح وأرسموا تقريبا كل سنة أنا عندي مجموعة لوحات يسوي لي معرض شخصي لحد ما تخرجت دورت على لوحاتي داري تأخذها للبيت قال لي كلها أساتت اشتروها فعادي هذا فشي يعني فعلا يعني طيني فد يعني هي دفعة وخطوة كانت في بداية الطريق دكتورة عندما نتحدث عن هذا الشغف والذي بدأ منذ نعومة أبطار هل تتذكرين أول لوحة رسمتها؟ والله أقولك ياها يعني أول لوحة طبعا ألوان مائية يعني والدي كان يرسم بالألوان الزيتية و نوبات بالألوان المائية فانطاني ألوان مائية باعتبارها سهلة طبعا أنا حاليا أحب الألوان الزيتية و عندي نوبات أكريليك بس كل لوحاتي زيتية فانطاني ألوان زيتية أرسمت تقريبا تجريدي يعني أتذكر كان التشجيع مالته الله يرحمه فالشي رائع يعني بحس لي حد الآن أتذكر التفاصيل هاي اللوحة اللي أثرت بها عجابة والحمد لله طبعا وراء ما تخرجت وحتى اتزوجت زوجي صار عنده أيضا هذا التشجيع لي و هو كان يسجعني أنه أسوي معارض وأرسمه كذا ممتاز يعني أعتقد هناك أشخاص في حياتك نعم بجانب والد ما بعد ذلك كان هم دعمين عساسيين في مسيرتك الفنية طبعا هو زوجي لحد الآن يشجعني و يعني يخليني أمشي إلى الأمام هل ينتقدت؟ لا أبد ما ينتقدني أبد طبعا أنا ألاحظ أنه أي شيء أرسمه يعني ينطيني في تشجيع بشكل مطبيع يعني يعجب باللوحة وبحقيقة يعني مو هو يمثل علي أو تشجيع يعني وزيف لا فالحمد لله بالعكس هو كل شيء يشجعني هو عنده واهز حتى بالفن وبالرسم أنا عندي ثلاث أولاد أطباء ثلاثة تهم عندهم واهز بالرسم آخر واحد الصغير يرسم هو طبيب طبعا يرسم بالكمبيوتر هذا البرامج ما للرسم رسم رائع ممتاز طيب هل تعتقدين بأنه لربما الفن التشكيلي يأتي بالفترة أم مكتسب؟ والله أنا يعني أنتي قناعة أنه الفن موهبة وهي يعني موهبة شو يعني يعني موهبة من الله يعني هبة صحيح بس تبقى عاد يعني شون الإنسان ينميها أنه يظل يمارسها وخبرة ويحصل خلي نقول ترتيبات من فنانين كبارين يشوفون اللوحات مالتك ويقول لك مثلا هذا اللون كذا هذا سوي نظيف يعني هاي الشغلات تجيك بالممارسة بالخبرة من تحضر معارض تشوف فنانين كبار فهي هبة من الله سبحانه وتعالى وكل إنسان احتمال عنده شوية هبة بس يراد لها أنه فهي بسألت أنه في صف اسمه أي مراحل من المدرسة أنه فيش اسمه التربية الفنية أظن هذا في الشي مهم يعني المدرسة مال التربية الفنية رح يكون عندها فكرة أنه منه من الطالبات عندها هاي الموهبة وتنميل هي جميل جدا طيب دكتورة عندما نتحدث عن هذه اللوحات الجميلة والمبهجة اللي معنا في الستيديو لربما هنا هذه اللوحة تمثل المنطقة الشرقية مدينة خورفكان أو كلباء على ما أعتقد للوهلة الأولى بمجرد النظر لها يعطينا هذا الطابق صح بصراحة أنا من أجهت هنا أحلى شيء يعني ملع عيني بالجمال ما للبحر أنا أعشق البحر فإمكن أنت مشايف كل لبحاتي طبعا هوايا أنا أحب يعني شيء شيء أمتع نظري بالبحر وأحب أرسمه فبصراحة هي هاي تمثل يعني هو الواقع مع الإمارات اللي هي كلبة الخورفكان تحس أنه في جبال وبحر والصخور هاي الأمامية طبعا الساحل الشرقي جميل ومميز ولذلك سميت كلبة ولقبت بدرة الشرق وخورفكان لقبت بعروس الساحل الشرقي لجمال هذا المنظر عندما يجتمع حمرة الجبال وزرقة البحر والسماء وكذلك خضرة الأشجار والمزارع فيها أمر جدا طبعا هو يعني من منطق السعادة يقول لك إذا عندك مشاكل نفسية أو تعبان أو عندك ضغط روح للبحر مجرد النظر للبحر هو الوساعة ما يعني نظرك يروح بعيد من تشوف البحر بمجال بعيد المداء وتشوف السماء لونها أزرق وتسمع صوت الماء مال البحر هو هذا كافي أن يريح عندك كل أعصابك جميل جدا طيب إذا تحدثنا عن اللوحة الأخرى دكتورة هذه اللوحة والله هي هذه اللوحة تجريدية تجريدية أنا أحب التجريد وأنا خبرتك أنه والدي شجعني من رسمة لوحة تجريدية بألوان كانت من سجمة بصراحة لحسا أذكر كانت حلوة فنحن الأطباء نعيش حالة من الضغوط العمل ويعني التعاملات نوية العمل والمسؤولية فبصراحة يعني في كثير أي أوقات من أجي أرسم لوحة حتى لو ما عندي فكرة بس أبدي أحط ألوان و بعدين أكملها وأحددها تطلع في الشيء الله أعلم أنا شو كان بداخلي وطلعت هاي اللوحة فما أعرف يعني كأنه دبابيس بالفعل أعتقد حتى هي شبيهة نوعا ما نوعا ما بنصب المقاومة في مدينة خرفكان أعتقد لربما يخلد أمر معين و كأنه جامع لربما هذه رسالة الفن بأن يسرح الناظر إليها بأفكار ولربما يضع عنوان مناسب لها من وجهة نظرها يعني أنا من دارسمها مثلا للحظة أنا دارسم إذا أتخيل دارسم قبما الجامع جامع وبعدين ما أعرف ليش دبابتها جميل جدا طيب هل تضعين عنوين للوحات طبعا كل لوحة لها اسم بس هاي بعدين ما سميت الأساسا بعدها ما نزلت على أساس المعرض الجديد إن شاء الله تنزل أقرب لوحة لقلبك البحار يعني أنا من أرسم لوحة مع البحر أحطها بغرفتي لا الله أظل أطالع عليها جميل جدا طيب الآن الفن التشكيلي أصبح ساحة يبدع فيها كثير من الفنانين التشكيليين ولكن كيف ترين هذا الانتشار الآن على هذه الساحة الفنية وتشكيلية هل ترين بأنه يخدم هذه الساحة الفنية أم هي أصبحت ساحة للجميع حتى لو كان لربما لمجرد العبث بهذه الألوان لا والله هو الفن التشكيلي بصراحة يعني يعكس حضارة البلد الذي يطلع من عنده هذا الفن يعني إذا أنت شوف التاريخ شنو اللي داي خليك تعرف تاريخ هذا البلد اللي صار لألفين سنة من اندثر راح تشوف الجدران مالته راح تشوف الإعمار اللي طلع فن معين وانت راح يعجبك خاطر الطريق اللي هم سووا به هذا الفن بالمعمار واللوحات اللي حاطيها صح لو مصح الرسوم اللي تلقاها وكذا فإذا هو الفن هو الواجهة ما للحضارة فأنت أي بلد تشوف رعاية للفنانين إذن هذا البلد ذا حضارة يا سلام ورح تبقى هاي الحضارة لأن هذا الشي ثابت يعني ما رد أشبهها بس يعني الأغاني الموسيقى ما رح تشوف فيها تاريخ يعني ما رح تسمع نوته مال قبل أربعة آلاف سنة بينما الفن تلقاه باقي طبعا على الجدران على في أي مكان من هذا البلد مع وجود الحياة نعم فأنا أشوف الفن هو واجهة مالحضارة صحيح وأبرز الحضارات يعني عرفت بالنقوش وبالرسم وبالتلوين التي عبرت من خلالها عن حياتهم اليومية وحضارتهم التي يعتزون فيها في ذلك الوقت والتي بقت إلى الآن والتي من خلالها نحن تعرفنا على تلك الحضارات بضبط كانت الحضارة الفرعونية أو البابلية أو غيرها من الحضارات القديمة صح تعرفنا عليها من خلال الرسومات ونقوش بضبط هو هذا التاريخ الذي بقى من عندهم صحيح نعم ذكرت بأنك عاشقة للبحر والطبيعات أي والله في صورة صراحة قعدنا نخمن أنا وفريق العمل ماذا تعني هذه الصورة نعم راح نشوفها معاك الآن تعرض على الشاشة نعم هذه الصورة آه أي ما هي هذه الصورة طبعا هذه هم بعدها من عرضت هذه أنا حبيت أعبر بيها عن كيف النبي يونس بقى في بطن الحوت يا سلام وماذا كان يعمل فتخيلت حوت نور بداخله يا سلام لأنه يسبح صحيح فهذه كانت يعني جميل جدا رأيي بها من رسمتها يعني من البداية كان هذا فكرتي أن أنقلها جميل جدا على اللوحة والله للوهلة الأولى أنا بمجرد النظر إلى هذه الصورة اعتقدت بأن لربما تحت تلك البحار وبرفقة تلك الكائنات البحرية هناك بوابة لعالم آخر أكيد فش رأيت بهذا التعبير أكيد هو بالحقيقة أنت لو تصفن بالآيات القرآنية كل شيء يسبحه بحمدي صحيح فإذن أنت ما تفقه تسبيحتهم بس يتسبح البحر يسبح الحيوانات اللي بداخله تسبح فهو عالم آخر صحيح من غير العوالم يعني رب العالمين قال أنا رب العالمين ما قال رب عالم واحد أو عالمين قال عالمين صحيح فالله أعلم كم في عالم في هذه الحياة الدنيا أو الحياة الكونية دكتور البساطة والريف شخبارت معها إيش البساطة والريف والريف شخبارت بصراحة أنا كثير أحب حياة الريف يعني يعجبني الحطب ينحط وينعلق النار هذه الصورة التي تعرضها الآن أو اللوحة آه هاي الأهوار هاي الأهوار ما الجنوب العراق بصراحة أنا أحب كل شيء حياة الريف يا سلام يعني أنه واحد يحط الخشب ويعلق النار والطبخ مالت من الألف إلى الياء هو بالبساطة هاي هل يجب في هذه اللوحات أن يضاف الخيال نوعا ما في هذه اللوحات مع الواقع طبعا هو في مدارس يعني مدارس كثيرة يعني قبل كانت هذه سبع مدارس بعدين كثرت أكثر مدرسة الواقعية مدرسة الانطباعية الدادائية مدارس كثيرة أنا في غنى عن أنه أذكرها بس كل مدرسة تلاقي في هذه مجموعة من الشباب طبعا فنانين حبوا يبتكرون شيء جديد فمثلا يجيبون لوحة ويضيفون عليها شيء ويطلعون هذا فن جديد مثلا الدادائية جاب موناليزا وحط لها شنب قال هاي دادائية اي فيعني هالشكل الفن بيتطور ودائما فيه شباب يرتقون يبتكرون ممتاز طيب سؤال جدا مهم وإن شاء الله الإجابة عندك دكتورة لماذا اللوحات القديمة تقدر بأغلى سعرا وقيمة وقدرا مقارنة مع اللوحات الحديثة الآن السبب أنه الفنان توفى فيبقى كأثر يعني شون التراث من أنت تجيب تراث مثلا آثار مال دولة معينة قبل خمسمائة سنة أو ألف سنة أو خمستالاف سنة أكيد ما رح تتكرر لأنه اندثرت فهذا من الفنان توفى واندثرت فصارت المنتجات مالتة خلينا نقول مميزة بعد ما تتكرر يعني هل نستطيع القول بأن الفنان التشكيلي لا يحصل على ما يستحق من تقييم للوحات إلا بعد وفاته والله بعد عمره طويل لكم إن شاء الله الحمد لله يعني هي مسألة مثلا دولة الإمارات دولة الإبتكار دولة الفن دا تقدر الفناني صحيح يعني ما دا نشوف نفسنا دا نتطور ودا نبدع وإحنا بعدنا الحمد لله الحمد لله الله يعطيكم طولة العمر والصحة والعافية اللي نرى هذه اللوحات المبهجة واللي تبعث فينا لربما صورة مختلفة عن الأمل أو في الغد القادم بإذن الله إن شاء الله اللي راح يكون مشرق بلا شك كإشراقة هذه اللوحات اللي موجودة معنا الله يسلام طيب أظن عندنا لوحات أخرى لو نعرض بعض اللوحات أيضا هذه اللوحة لخيل لخيل طيب يعني تحبين الخيل مو أنا بصراحة فيه ثنانين يرسمون يعني بصراحة يبدعون برسم الخيل ما كل شيء أبدعت بيها بس فيه ناس يبدعون فحبيت أجرب جميل إذا كانت تجربة أما هذه هي البحر هذه موجة بحر هذه ما الشارقة بصراحة هذه دائما أنا أقف على البحر وهذه الحجار بصراحة هي هذه من بحر الشارقة جميل وهنا الريف مرة أخرى ولكن في مكان مختلف اي والله على جبل تعشقين الريف ربما يعني مكان تخلو به مع الطبيعة اي والله حلو أنا أحب الطبيعة أحب الخضار أحب واحد يعيش تنمي يقولون بحظن الطبيعة يعني يشوف جمال خلق الله يا السلام هنا البادية اي هذا بر الحلقة أي اللوحة اسمها بر البر يا السلام جميل جدا وجمعتي فيها الخيل وكذلك الجمال وبيت الشعر والعرب كيف كانوا في البادية وفي بداية هذا الأمر في شبه الجزيرة العربية واللي نحن نعتز بهذه الصورة بلا شك بأنها تشكل هذا الأرض اللي خلدوا لنا يا أبوتنا ويدودنا في ذاك الزمان الله يحفظهم الغروب هو ما يجبه للغروب الغروب أو الشروق هذا لا لا هذا غروب غروب يا السلام طيب دكتورة الأجواء التي ترسمين بها هل موسيقى شموع لربما مكان هذا لا والله مش شرط يعني بالعكس يكفيني أنه أكون في غرفة فارغة واحدة آني والفكرة موجودة يعني بس مثلا جتني الفكرة خلاص أروح عندي لوحة رأسا أبدي أرسم والألوان تيجي قدامي يعني وكأنه موجودة بس دا دا أنقلها تفصلين على العالم مهما كان حتى لو كانت هناك بوضاء حولك أنت مندمجا مع لوحة بالضبط وبأي لحظة مثلا يجيني فكرة رأسا أريد أنقلها أحولها إلى لوحة ممتاز شاركت في معارض وأقمت معارض نعم نتحدث عن هذه المعارض والله تقريبا تسع معارض شخصية سويتها في بغداد وحتى واحدة منهم بقاعة صدامة التي تعتبر أكبر قاعة في بغداد في أوقتها وهنا سويت أربع معارض يعني أنا كنت في وزارة الصحة اشتغريت تقريبا أكثر من عشر سنين ما شاء الله تقريبا وكيل وزير وكذا يعني أقاموا هم يعني رعوا كانوا تحت رعايتهم جميل المعارض وآخر معارض كان النادي العربي الثقافي نادي الثقافي العربي نادي الثقافي نعم كان هناك معارض في هذا النادي نعم نعم شاركت فيه كم عدد من اللوحات التي شاركت فيه والله يعني بقيتها كان عندي 32 لوحة وشاركت فيها بس بصراحة يعني هم إيجابيين وينطوك الطاقة اللي أنت تحتاجها من يعني يعني ينطوك الحماس يخلوك يعني تبدع حالشكل وحطه حطول إياه يعني فالشي حلو كنت أتمنى له ينطون مجال للفنان يعني يعني سوي أكثر من مع ربعدهم بس هم ينطون شانس واحد لكل فنان ياسع كيف ترين إمارة الشارقة تحتضن الفنانين باختلاف أشكالهم يعني أو باختلاف مجالاتهم من كان فن تشكيلي أو غيرها من الفنون كيف ترين هذه الصورة في إمارة الشارقة والله الشارقة يعني كثير يدعمون الفن والفنانين خاصة عدهم أسسة الشارقة للفنون صحيح أنا رحت لهم وشفتهم يعني لا يعني فيه كثير دعم يدعمون يعني هي أساسا البلد هنا يرعى الإبتكار والإبداع يعني فالشي رائع جميل جدا المشاريع القادمة إن شاء الله والله عندي نية إن شاء الله عن قريبين عندي هواي لوحات لو علمك تشوفها أكثر من اللوحة شفتوها يمكن بعدها لسه من عرضت يا سلام هؤلاء كان حصري لنا للعرض الأول جميل فتقريبا يعني عندي كمية من اللوحات إن شاء الله لمعرض جديد وإن شاء الله بعد أكمل إلى أن إن شاء الله تلبي ساتل يعني نرتبها إن شاء الله جميل جدا المعرض قريب إن شاء الله إن شاء الله ولكن على قد ما أردت بقاعة وتدريتها كلها معارض شخصية أنا اللي أسويها صحيح طيب أتحدث عن الشباب بالتأكيد يجب أن أخذ وجهة نظرت في الفنانين الشباب كيف ترين هذه المواهبة الشابة الآن؟ والأمر الذي ستشكل إن شاء الله في قادم الأيام فيما يخص الفن التشكيلي والله أنا أقول أن الشباب هم طبعا الجيل اللي حيشيل مثل ما يقولون يعني حتكون على عاتقهم المستقبل هم الشباب فأني أقول لواحد يدعم الشباب اللي يشوف عنده موهبة نرعاه زين؟ ونساعدهم أن يبتكرون ويقدمون لأن هم اللي حيكون لهم المجال المستقبل القادم صحيح أي فأني معه أنه الشباب واحد بس شنو يعني لازم واحد يعني من يشوف شخص خليه نقول شاب عنده موهبة واحد يعني مثل ما يقول يدعمه يدعمه علشان ينجح ويبدع ويصعد متنم الخطوة الأولى هي الأهم في حياة كل إنسان وفي أي موهبة لابد أن تقدر وتدعم بطريقة أو بأخرى دكتورانا سعيد جدا في حديثي معك وقبول اجدعوتنا في حديث المساء شكرا لقبول اجدعوتنا هذه أنا أشكركم وأني أشكر هذه الاستضافة الجميلة وإن شاء الله دائما على خير إن شاء الله يطولي بعمرات الدكتورة ومقصت شكرا لقبول ايضا شكرا لإذاعة والتلفزيون من خلال تحميل هذا التطبيق مجانا على الهواتف الذكية عن طريق الرمز الظاهر أسفل الشاشة أو عبر الموقع الإلكتروني أو على منصات أجهزة التلفاز الذكية وإن شاء الله على أمل اللقاء في حلقة جديدة غدا بإذن الله وإلى ذاك الحين تقبلوا تحياتنا ودمتم بأمان الله اشتركوا في القناة